التوقيف او الحبس الاحتياطي ده اجراء بقى من الاجراءات اللي فيها كلام كتير اوي 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 وخلافات وجدل قانون كبير يعني استيقاف او يعني حبس احتياطي عبارة عن سلب لحرية المتهم مدة مؤقتة معينة من الزمن لمصلحة التحقيق هو بالطبع طبعا اجراء من الاجراءات المؤقتة هدفه الرئيسي او انك توقف هذا الشخص او انك تقوم بوضع هذا الشخص تحت تصرف المحقق او تحت تصرف جهات التحقيق في وقت من الاوقات لمدة مؤقتة من الزمن اجراء مؤقت يتم اتخاذه ضد متهم بارتكاب جريمة معينة اي ضد شخص يجري التحقيق معه ولم يتم بعد ادانته بحكم قضائي علشان كده الاشكاليات القانونية الكثيرة جدا التي يؤثرها التوقيف او الحبس الاحتياطي انه اجراء يتخذ ضد متهم بنقول عليه الى الان بريء يعني لم تثبت ادانته بحكم قانوني او بحكم قضائي صادر من المحكمة علشان كده دايما بنقول المبدأ المهم لو لك المتهم بريء حتى تثبت ادانته يعني حتى تثبت ادانته بحكم قضاء فيثير التوقيف او الحبس الاحتياطي اشكاليات من حيث اسبابه ومبرراته ليه اوقف هذا المتهم ومبررات التوقيف كذلك من حيث مدة التوقيف وضرورة وضع دوهابت محددة لمدة التوقيف وانا تزيد عن هذه المدة القصوى كذلك التعويض ماذا لو تم تبرئة هذا المتهم الموقوف ماذا يحدث هل ياخد تعويض عن الفترة التي قضاها موقوفا او محبوسا احتياطيا كذلك سلطة الافراج عن المتهم هذه اشكاليات قانونية عامة بأسرها مع حضراتكم فيما يتعلق بمسألة التوقيف او الحب الاحتياط طيب ماذا عن النظام في المملكة العربية السعودية او النظام السعودي فيما يتعلق بالتوقيف او الحبس الاحتياطي من الامور المهمة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي ان قرر النظام عدة ضوابط يجب على جهات التحقيق مراعتها قبل اصدار امرها بالتوقيف او فيما يتعلق بالتوقيف او الحبس الاحتياطي أول ضابط من هذه الضوابط هو أن الأمر بالتوقيف يكون من اختصاص هيئة التحقيق والإدعاء العام فقط وحدها دون غيرها من جهات الضبط الأخرى والمحكمة المحال إليها المتهم فقط دول الجهتين بس اللي ممكن يصدروا أوامر التوقيف أمر التوقيف لا بد أن يكون مسبب ومكتوب كذلك التوقيف لا يكون إلا بعد استجواب المتهم يعني سؤاله عن التهمة المنسوبة إليه ما لم يكن المتهم هارب بالطبع كذلك يمكن التظلم على أمر التوقيف من أمر التوقيف أو أمر الحبس الاحتياط يمكن تظلم منه فور صدوره كذلك يجب إبلاغ المتهم بأسباب توقيفه فورا ويحق له الاتصال بمن يراه لإبلاغه بمسألة توقيفه ويحق للمتهم أيضا الاستعانة بمحامي معه في التحقيقات وكذلك لأبرز الضوابط اللي النظام السعودي قال عليها قبل إصدار أمر التوقيف طب ده فيما يتعلق بضوابط التوقيف ما هي حالات التوقيف وده الأمر المهم ما هي حالات التوقيف في النظام السعودي لدينا نوعين من التوقيف حاجة اسمها توقيف وجوبي يعني يجب أن تقوم هيئة التحصول على الدعاء العام بإيقافك أو بتوقيفك أو بحبسك احتياطين أن تركبت هذه المخالفات أو هذه الجراءة وتوقيف تاني أو نوع آخر اسمه التوقيف الجوازي يعني في سلطة تقديرية للمحق توقيف الوجوبي واحد يكون في الجرائم الكبيرة أو ما يعتبر من الجرائم الكبيرة طب إيه هي الجرائم الكبيرة دي؟ الجرائم الكبيرة دي صدر بها قرارين القرار الأول من وزير الداخلية القرار الأول مشهورين جدا أكيد مروا على أسماع حضراتكم واللي لم يمر على سمعه يسمع من دلوقتي وينزل القرارين دول مع الانترنت ويقراهم ويعرفهم علشان إيه يبقى عارف أحوال الحفز الاحتواطي أو التوقيف القرار الأول قرار رقم 1900 صدر عن 1428 1900 رقم معروف كذلك القرار التاني رقم 2000 يعني قرار 1900 رقم مميز وقرار رقم 2000 لعام 1435 صدرين من وزير الداخلية يحدد ما هي الجريمة الكبيرة أو ما هي التهمة التي تعد من الجرائم الكبيرة والتي يكون فيها التوقيف وجوبي التي يكون التوقيف وجوبي نضرب أمثلة هنا سريعا لحد ما تطلعوا على هذين القرارين وتنزلوهم زي جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع كذلك جرائم القتل جرائم الإرهاب جرائم الاختلاص جرائم الاحتيال المالي جرائم الاعتداء أو جريمة الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب جريمة الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب كذلك جرائم سرقة السيارات القوادة أو فيما يتعلق بأعمال الدعارة بعض حوادث السير مثل مثلا كسر الإشارة الحمراء أو تجاوز الإشارة أثناء ما هي حمراء أيضا السير عكس الاتجاه النتجة عنها حوادث أو أدت إلى وفاة أو زوال عضو أو زوال منفعة أحد الأعضاء أيضا من الجرائم الكبيرة جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة وجرائم الابتزاز وانتهاك الأعراض يعني بالتصوير أو النشر أو التهديد بالنشر كذلك استعمال أو إشهار السلاح الناري من قصد الاعتداء أو التهديد بالاعتداء على أحد الأشخاص دي أمثلة على الجرائم التي تعد أو التهمة التي تعد من الجرائم الكبرى واللي بيكون فيها التوقيف وجوبي اللي بيكون فيها دايما التوقيف وجوبي الحالة الأولى من التوقيف الوجوبي هي حالة الجرائم الكبيرة الحالة الثانية من التوقيف الوجوبي حالة إذا كانت مصلحة التحقيق تستوجب التوقيف لمنع المتهم من الهرب مثلا أو الاختفاء أو التأثير على سير التحقيق التوقيف الوجوبي بيكون في التهم أو في الجرائم الكبيرة أو إن كانت مصلحة التحقيق تستوجب ذلك في الجرائم الكبيرة أيضا من التوقيف أيضا في نوع التاني اللي هو التوقيف الجوازي اللي هو فيه سلطة تقديرية للمحقق أنه يصدر أمر التوقيف أو لا يصدر أمر التوقيف أو يخلي سبيل المتهم ده بيكون إن لم يكن للمتهم محل إقامة معروف مثلا في غير الجرائم الكبرى يجوز توقيف المتهم في هذه الحالة يبقى فكرتين في التوقيف أسباب أو أحوال التوقيف الوجوبي وأحوال التوقيف الجوازي بشكل عام ما هي أهداف التوقيف أو الحبس الاحتياطي؟ واحد طبعا منع المتهم من الفرار ممكن يبقى عنده بصبور أو يقدر يسافر بلا المملكة فيهرب من التحقيقات وبالتالي هتفقى مشكلة كبيرة جدا المتهم هربان هنعمل إيه؟ أيضا من أهداف التوقيف أو الحبس الاحتياطي ابقى المتهم تحت تصرف المحقق أيضا من أسباب أو من أهداف التوقيف أو الحبس الاحتياطي عدم تمكين المتهم من إزالة آثار الجريمة أو كذلك أيضا منع اتصال المتهم بشركائه أو التأثير على الشهود أيضا من أهداف التوقيف أو الحبس الاحتياطي منع المتهم من جرائم أخرى أو أن يرتكب جريمة أخرى مشكلة تانية طبعا كبيرة عن المشكلة اللي عملها أيضا قد يكون هناك هدف آخر للتوقيف أو الحبس الاحتياطي مثل الحفاظ على حياة المتهم نفسه من انتقام المجني عليه أو أقاربه كذلك قد يكون في توقيف المتهم أو حبس الاحتياطي أيضا تهدئة للرأي العام اللي انزعك جدا من ارتكاب الجريمة فتهدئة لهذا الرأي العام يكون يتم توقيف المتهم أو حبس الاحتياطيا علشان تهدئ الأمور قليلا تمهيدا لمحاكمته ومعاقبته وأن لا يراه العام اتكب الجريمة أو تاني يوم الصبح ماشي في الشارع لم يتم توقيفه ولم يتم معاقبته ولا شيء فهذه هي فكرة عامة على أهداف التوقيف أو الحبس الاحتياطي من الأمور المهمة أيضا في التوقيف أو الحبس الاحتياطي بقى مدة التوقيف أو الحبس الاحتياطي احنا قلنا هو إجراء مؤقت صحيح؟ طيب ما هي مدة التوقيف أو المدة القصوى للتوقيف؟ هل في مدة حد أقصى للتوقيف ولا ما فيش حد أقصى للتوقيف؟ هناك حدود قصوى محددة في النظام للتوقيف أو مدة لا يتجاوزها التوقيف أو الحبس الاحتياطي وهي درجة الدرجة الأولى من التوقيف هي سلطة المحقق سلطة المحقق في هيئة التحقيق والدعاء العام لما يحقق مع المتهم له سلطة إصدار أمر بتوقيف المتهم أو حبسه احتياطيا لمدة لا تزيد عن خمسة أيام يعني خمسة أيام فقط طيب إذا احتجنا تاني بعد الخمسة أيام مصلحة التحقيق عايزة المتهم موجود أكتر من خمسة أيام من اللي يقدر يطلع القرار لا خلاص سلطة المحقق انتهت لا بد أن يرفع إلى رئيس الفرع رئيس الفرع هي التحقيق الدعاء العام أو من ينيبه أو من يفوضه يعني في ذلك رئيس الفرع هو رئيس الفرع اللي يصدر أو يملك إصدار التجديد أكتر من خمسة أيام طيب يقدر أكتر من خمسة أيام لحد يدئه إلى أربعين يوم كحد أقصى أربعين يوم من القبضة أو من تاريخ القبضة على المتهم طيب بعد الأربعين يوم محتاجين أيضا للمتهم يستمر توقيفه لا بد في هذه الحالة أن يتم الرفع إلى عام او من يفاوضه لاصدار تجديد الحبس الاحتياطي او تجديد التوقيف طب لحد ايه برضو المدة القصوى في هذه الحالة لا تتجاوز مية وتمانين يوم اي ستة اشهر ستة اشهر يعني المدة القصوى للحبس الاحتياطي بقرار من رئيس هاية التعقل للدعاية العام ستة اشهر طب بعد الستة اشهر نعمل ايه لابد من احالة المتهم الموقوف او المحبوس احتياطيا الى المحكمة او الى المحاكمة علشان تتولى محاكمته ومعاقبته وسلطة المحكمة بعد كده بقى ان هي تجد التوقيف او تبقيه في التوقيف او في الحبس الاحتياطي خلاص هي سلطة المحكمة تقدر ممكن تقدر المحكمة ان هو لابد ان يبقى او تستطيع الافراج عنه في اي وقت وسلطة المحكمة في التوقيف او الحبس الاحتياطي سلطة اه مفتوحة يعني اه غير محددة بمدة قصوى يبقى دي الدرجات التلاتة خمسة ايام المحاكمة اربعين يوم الرئيس الفرع أو رئيس فرع الهيئة ثم بعد ذلك رئيس هي التحقيق الدعاء العام نفسه مدة ستة أشهر ثم يحال بعد ذلك لي القاضي أو إلى المحكمة لتنظر المحكمة في أمر توقيفه أو حبس احتياط ده ببساطة مقطع بقى كبير شوية معلش على التوقيف أو الحبس الاحتياطي لأنه هو من الإجراءات المهمة اللي بناخد فكرة بسيطة عنه ونرجع بعد كده إلى القرارين بتوع وزير الداخلية لمعرفة تفاصيل ما يتعلق بالجرائم التي يكون فيها دائما حبس احتياطي سواء كان وجوبي أو جوازي